اكتمل تحرير مدينة حيس لكن فرحة أهلها لم تكتمل بعد فميليشيا الحوثي المتمركزة في الجبل راس والجبال الأخرى شرق وشمال المدينة لا تزال تمطر منازل المواطنين بقذائف الهون وصواريخ الكاتيوشة بشكل يومي مما أدى لسقوط ضحايا مدنيين وألحق أضراراً مادية في المساكن والممتلكات ساعة ثلاثة ساعة يتوبوا في المدينة يضربوا في المدينة داخل من الآن يبدأ الخوف عندما يتم إطلاق الصواريخ على المدينة من الحوثة الذين خارق المدينة غادر الكثيرون منازلهم إلى مدينة الخوخة والمخة في موجة نزوح اضطرارية للحفاظ على حياتهم حيث خيم شبح الميليشيات من جديد على حيس بعد أن استبشر أهلها بالتحرير وبدأوا يشعرون بالقليل من الأمان الذي حرمهم منه الانقلابيون لثلاث سنوات هي فترة اجتياحهم للمدينة نزحت إلى مدينة المخة بعد عناء ومشقة عبر طريق عدن حيفان والسفر طال لمدة يومين حتى وصلنا إلى مدينة المخة والآن الحمد لله وصلنا بسلامة لنا تساكنين هنا في المخة لمدة شهرين ونص على الأطراف الشرقية وشمالية والغربية لمدينة حيس يواصل الجيش الوطني والمقاومة بمساندة طيران التحالف العربي التصدي لهجمات ميليشي الحوثي والاستعداد للتقدم نحو مديريتي الجراح والتحيطة في الساحل الغربي اشتركوا في القناة